بداية أود أن أتقدم باسم الحكومة بأحر التعازي والمواساة لدوي الأطفال الخمسة الذين قضوا جراء حادث أليم في محافظة المفرق ظهر اليوم داعين لهم بالرحمة ولأهلهم ودويهم بالصبر وحسن العزاء بالأمس أعلننا عن مجموعة من القطاعات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية التي سيسمح لها بالعمل اعتبارا من يوم غد الثبثاء بخصوص آلية إصدار التصاريح لهذه الكطاعات ستكون من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية stayhome.jo وإضافة البيانات المطلوبة حول المنشآة وصاحب العمل وسيتم التحقق من صحة هذه البيانات عن طريق دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأحوال المدنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سنقوم بنشر آلية إصدار التصاريح بالتفصيل على منصاتنا الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة نؤكد ضرورة أن تكون المنشآة والعاملون فيها مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهذا الأساس الذي يتم بموجبه منح التصاريح للكطاعات المصرح لها بالعمل وبناء على الملاحظات التي وردتنا ستطلق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غدا منصة إلكترونية تتيح للمنشآة غير المشمولة بالضمان الاجتماعي التقدم بطلب شمولها وشمول عمالها الأردنيين وغير الأردنيين بالضمان الاجتماعي بشكل مباشر ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة كما سيكون هناك ربط مباشر مع نظام تصاريح المرور لتمكين المنشآة من التقدم للحصول على هذه التصاريح فور تسجيل العاملين فيها عبر منصة المؤسسة أيضا من المهم التأكيد على أن تكون المنشآة تستخدم أنظمة الدفع الإلكتروني في تعاملاتها مع المواطنين والعاملين فيها وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وستكون هناك فرق إرشادية تجوب المحافظات للتدريب على آلية إنشاء المحافظة الإلكترونية ابتداء من الإسبوع الحالي بشأن الملاحظات الواردة حول تصاريح الحالات الصحية والطارئة سيتم التوسع فيها بحيث يصل سكب التصاريح الممنوحة يوميا إلى عشرة آلاف تصريح مع تفعيل أدوات الرقابة على استخدامها والتأكد من أن طالبيها قد استخدموها بالفعل لهذه الغايات وكذلك الحال بالنسبة للبنوك إذ سيتم منح عشرة آلاف تصريح يوميا لمدة 24 ساعة فقط بخصوص الطلبة والزوار الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين 23 ألف طلب حتى مساء هذا اليوم ستنتهي المرحلة الأولى من التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء وتبدأ بعد ذلك عملية الفرز والتصنيف للطلبات وذلك وفق الأولويات المعلنة وستنتهي قبل يوم الخميس الموافق 23 أربعة 2020 ستحدد الدول التي سيتم تسير الرحلات منها إلى المملكة وفق ظروف الدول المتواجد فيها الطلبة وأعدادهم وبما يضمن التنوع في الدول التي ستنطلق منها الرحلات وكذلك سيتم التدرج بكل شفافية ووضوح في الأولويات مع التأكيد بأن الأولوية في العودة ستكون للطلبة كما حددتها الوزارة قبل الختام سيكون معنا معالي وزير الأشغال العامة والإسكان للحديث عن عودة قطاع الإنشاءات للعمل وفق معايير وشروط محددة حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمع من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا دائما بالتزامكم وشكرا